اهدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجلة الولمبية البحرينية قائد فريق البحرين للتحمل 13 النخبة اهدى تأهله الى نهائيات بطولة العالم للترايثلون الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه مؤكدا ان هذا الانجاز جاء ثمرة للرعاية الكبيرة التي يوليها جلالته للحركة الشبابية والرياضية في المملكة بشكل عام جاء ذلك بعد تأهله سموه الى بطولة العالم التي ستقام في النمسا خلال شهر اغسطس القادم ودخوله قائمة الابطال واصحاب الانجازات في بطولة الرجل الحديدي بعد فوزه التاريخي والتأهل مؤكدا سموه الى ان هذا الاهداء المستحق يأتي تقديرا وعرفانا لجلالته لدعم هذه الرياضة والشباب البحريني حيث ان الدعم هو الدافع الاكبر لكافة الرياضين لتحقيق ابرز الانجازات ورفع اسم البحرين عاليا وخفاقا في كافة المحافل واشار سموه ان ما تحقق في اسبانيا جاء وسط الاستعدادات الكبيرة للفريق وتفوقه على العديد من المتسابقين لتأكيد مكانة المملكة ودعم الذي تحظى به الرياضة والشباب البحريني من لدن العاهل المفدح في ظه الله ورعاه واشاد سموه بالمواقف الكبيرة والدائمة لجلالته في مختلف المشاركات والمحافل حيث ان ما تحقق في هذه البطولة ترجمة حقيقية لهذا الدعم واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان التأهل الى بطولة العالم يحمله مسؤولية مضاعفة لتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية باسم المملكة في المحفل الرياضي الكبير الذي سيشارك فيه نخبة من ابطال العالم مشيرا سموه الى ان فريق التحمل الذي تم الاعلان عنه استطاع ان يؤكد تواجده بين الكبار في هذه الرياضة بصورة كبيرة وذلك بعد تحقيق لاعبة الفريق دانيالا المركز الاول في البطولة واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الى ان انتلاقة الفريق جاءت قوية في البطولة عبر التأهل الى بطولة العالم وإحراز المركز الاول الامر الذي يبشر بمستقبل واعد للفريق في البطولات القادمة ترجمة نانسي قنقر